تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على أنحاء قطاع غزة لليوم الثمانية وثلاثين بعد المئة على التوالي وأفادت مصادر طبية بسقوط عشرات الشهداء والمصابين إثر الغارات والقصف المدفعي المتواصل اليوم على مختلف مناطق القطاع هذا وأعلنت السلطات الصحية في غزة أن قوات الاحتلال ارتكبت إحدى عشرة مجزرة في القطاع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية راح ضحيتها مائة وثمانية عشر شهيداً فضلاً عن مائة وثلاثة وستين مصابة معلنة عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى تسعة وعشرين ألفاً وثلاثمائة وثلاثة عشر شهيداً وتسعة وستين ألفاً وثلاثة وثلاثين مصابة فضلاً عن آلاف المفقودين تحت ركام المنازل المهدمة صوت القصف ومشاهد الدم واستهداف المدنيين والنازحين تتزامن مع عمليات التجويع الممنهجة والتعطيش التي تتبعها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة قوات الاحتلال تواصل استهداف وقصف مناطق مختلفة براً وبحراً وجواً في القطاع المحاصر وترتكب مجازر جديدة خلفت مئات الشهداء والجرحى والمفقودين تزامناً مع عمليات التجويع والتعطيش واستهداف المدنيين والنازحين طائرات الاحتلال شنت غارة استهدفت محيط الإدارة المدنية شرق مخيم جبلية وقصفت زوارق حربية إسرائيلية ساحل مدينة رفح جنوبي القطاع كما اقتحمت قوات الاحتلال خيام النازحين في منطقة مواصل قرارة بخان يونس ما أصفر عن سقوط شهداء ومصابين وبخان يونس استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي الأحياء الجنوبية للمدينة واعتقلت مجموعة من الشبان بعد محاصرتهم فيما منعت نقل الشهداء والمصابين من المنطقة وفي قراج بلدية غزة اشتعلت النيران في شارع الوحدة جراء إسقاط الاحتلال قنابل بينما يتواصل القصف الإسرائيلي على محيط مسجد معاذ بن جبل بالمخيم الجديد غرب مخيم النصيرات وسط القطاع حرب إبادة جماعية وجرائم حرب في قطاع غزة مدعومة بالفيتو والدعم الأمريكي في مجلس الأمن للمرة الثالثة على التوالي لم تحرك للعالم ساكنا إلا من تحركات شعبوية ضاغطة على قادة الدول الفاعلة ومواقف دولية فردية تتسع رقعتها يوما بعد يوم لإنقاذ شعب يباد مع اقتراب العدوان من دخول شهره السادس على التوالي اشتركوا في القناة